ست سنوات على رحيل أيقونة الإعلام في اليمن ومؤسسة كلية الإعلام صاحبة المشاريع الكبيرة في زمن غابت فيه المشاريع رؤوف حسن أو أمت الرؤوف الشرقي امرأة كثيرة جدا عاشت حياتها ملتصقة بقضايا الناس وعملت في الإذاعة وهي ما زالت في مرحلة الدراسة الإعدادية عندما كانت تقدم برامج الأطفال قبل أن تنتقل للعمل في التلفزيون كمقدمة ومعدة لعدد من أشهر البرامج التلفزيونية الهدفة ومن أبرزها البرنامج السياسي والاجتماعي الشهير أنا وأنت وهو الذي كان يناقش السياسيين وصناع القرار بكل جرأة وقوة حول قضايا اجتماعية وسياسية لم يتوقف طموحها عند هذا الحد بل ذهبت لدراسة الصحافة في القاهرة وعادت لتعمل رئيسة لقسم التحقيقات في صحيفة الثورة الرسمية وبعد أن أنهت رسالة الدكتوراه دخلت جامعة صنعاء وأنشأت قسم الإعلام ووحدة دراسات المرأة في عام 1993 وفي عام 1996 أنشأت مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية في العام 1999 قررت رؤوفها التفرغ العلمي وكانت عملية التفرغ مصاحبة لضجة إعلامية معارضة ومعادية للمركز الذي كانت تديره وتم تجيرها لمصالح سياسية معينة على أنها ضد الفكر الذي كان يطرحه المركز وتم تكفيرها وتهديدها مع أسرتها بالقتل وتزامنت تلك الحملة مع مغادرتها البلاد للتفرغ لمدة عام للتدريس في جامعة هولندية وفي الفترة ما بين عام 1999 وحتى عام 2003 عملت رؤوف مدرسة في جامعات مختلفة في أوروبا وفي نفس الفترة عملت مستشارة للأمم المتحدة في البرنامج الإنمائي في اليمن وتونس ولبنان عادت رؤوف لليمن عام 2004 رغم التهديدات التي كانت تتلقاها وقام بعدها عدد كبير من من ساهموا في الحملة الظالمة ضدها بالاعتذار لها عندما التقوا بها مبررين حملتهم أنها كانت جزءا من المناخ السياسي المتعاصب والمتشنج تفرغت بعدها لإدارة مؤسسة تخطيط برامج التنمية الثقافية التي أنشأتها في بداية التسعينيات ونفذت عبرها العديد من المشاريع الكبيرة في محافظات عدة كانت قضاياها الرئيسية التي نظلت من أجلها هي قضايا النساء وعلى رأسها تعزيز المشاركة السياسية لليمنيات ومشاكل الصحة الإنجابية وفقر النساء ومشكلة التعليم بالإضافة إلى قضايا الإصلاح المالي والإداري ومحاربة الفساد والشفافية المالية وشفافية المعلومات كانت دائما تقول للأصوات المنادية بضرورة وجود زي وطني رسمي موحد أن وجود الزي الوطني لا يتم إلا بعد أن يعرف جميع المواطنين ما هو الوطن وكيف تكون دلالات الوطن وكيف يتكون لديهم إحساس فخر بالوطن لكن عندما يكون هناك وطن ينفيك أو وطن لا تنتمي له أو وطن يضطهدك بأي شكل من الأشكال فلن تلبس ملابسه من أمة الرؤوف حسين الشرقي إلى رؤوف حسين